السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حكم شباب وصبايا اليوم جيناكم برقو جديد وفيديو جديد إن شاء الله وهذا الفيديو إن شاء الله رح يستمر لمدة 3 أو 4 شهر إن شاء الله رح يكون كل أسبوع به نفس اليوم إن شاء الله رح تشوفوا نفس الفيديو نتناقش فيه ونحكي عن برلمان شعيب أو برلمان شعب مثل ما سموه بعد الحلقة الأولى وفي نهاية الحلقة الأولى رح نناقش فيه أو ننطقده طبعا حلقة الأولى كان فيها انتخابات وكان لازم نزلكم إياه أسبوع الماضي بس ولكن كنت متردد شنون بدي أصور وشنون بدي أعمل وشنون وشنون المهم بالموقع بعد زدور الحلقة الثانية قررت أن أعزلكم الفيديو إن شاء الله وهذا الفيديو إن شاء الله رح يكون شوي طويل لأنه حلقتين عم نتناقش فيها ومن الحلقة الأولى كان ما فيها كتير حكي والقضية كانت ما فيها تعليقات كتير وأنا رح أحاول أن أخذ تعليقات وأحكي فيها وطالحها للتعليقات المهمة جدا اللي تعلقت على الحلقة نأخذها لأنه كان بالبرلمان حسب ما فنت أنا كان فيه ناس طبعا إذا شفتوا أنت بدل التسجيلات فيه ناس كانت عابت تحكي وكان فيه ممكن تبتابع ناس فيه موجودة إنه تحكي ما قبل الجلسة وما بعد الجلسة لطريقة الحوار الأعظامة بعضها وطريقة تشكيل شونا لازم ندعم بعض القضايا ومهم هل منطلق هذا وهلا رح نبلش نحكي بأول الموضوع نحكي فيه ونتناقش بأول حلقة طبعا بأول حلقة شو اللي صار صار بالبداية بيجوا العضاء اجتمعوا طبعا بعد ما تم تصويتهم ونجاحهم الاثناش عضو تم طلبوا أنه مين بده يترشح لنائب الرئيس وهو أهم منصب موجود بالبرلمان واللي هن ترشحوا ثلاثة آلاء وفائد وبالإضافة لجميلة ثلاث شخصيات نحن ما بنفهم ما بنعرف عنهم شي كتير صراحة بس ولكن بعد الفيديو الأول ممكن نحن أخذنا صورة أو شكلنا صورة عن كل شخصية من عدها لأنه هي تعتبر موثرة اجتماعية فلازم تكون لها حضور أكتر فالناس كده عندها خلفية أكتر عنها أما فؤاد وجميلة كان شوين موضوع متضادع فلذلك نحن وقتين كان نتائج الاختبار الأول وما لما صد كل واحد مثل ما يقول حكا لك كلمة نهائية لدعوة الأعضاء للتصويت لألم كانت كلمة آلاء أنه أنا رح أدعمكم أنا رح أعمل معكم أنا رح أسوي لكم وكان هو على مبدأ أنه يعني أنا حسيته مثل كأنه ممدوبة مبيعات وعب تسوق لحالها بس ده أكثر والأقل ما في أي قضية أو منه تحسيته فيه إلها وجود كياني هي مثل ممدوبة مبيعات أخذت من المسوق الرئيسي تبعها أو من المدير تبعها أخذت الكلام وبالك تنشره للناس وتلسقه بس كل ما هنالك هي هذا الحكي لأبد المشاهدة المهم وجميلة حكيت أنه بعض الكلمات تحس أنه فيها رزانة وفيها ثقل وهي بالبداية حتى يعني إذا انتبهوا أنتوا في كل شخص الماء بيبدأ حديثه عزائي الزملاء وعزائي الزميلات وبدأش يعني بيحكي بطريقة رزينة صبعا أنا لو كنت موجود بيناتهم بصوت لجميلة المهم فؤاد كمان بس فؤاد يعني من ضمن الحلقة قال أنه أنا نزلت لحتى شارك لست أكثر ولا أقل أريد أن ينافس الزلمة وهاي النقطة الزدواجية عند فؤاد رح نناقش فيها ونحكي فيها بعدين لأنه زعل وبعد ما زعل قال أنا نازل بس أنافس واش نبلش بجميلة طبعا هي قدمة المشروع تبعها كان المشروع من أفضل بكتير صراحة لأنه هي حسب ما فهمت منهم أنه هن قبل بأسبوع أو أسبوعين كانوا باركين حكذا ما شفت بشوعيب كان عبي يحكي أنه كانوا مجتمعين عبي يتناقشوا وعلموهم وشنون لازم يتفاعل وشنون لازم يحكي وشنون لازم يدير حتى شعب كان يتدرب لمن ضل مدة سنة ثانية يتدرب في موقع الجزيرة حسب ما حكى وبعدين جوا هن جوابوهم خلال أسبوعين بلا شو يلقنوهم بعلموهم وشنون لازم يتدار الحوارات وشنون لازم يحكيوا كل واحد وكل واحد شو يتلحق ديته وشنون يتناقش وشو هو السستم بشكل كامل نتناقل المواضي حتى مثل في أحد الأجزيات اللي حقوا عنها أنه في البرلمان في إلوه مثل دستور أو قانون منصوص عليه نحن ما نشايفينه ما طرحه فنتمنى أنه يترحونه إن شاء الله بالحلقات القادمة المهم نحكي نحن على المشاريع اللي قدمتها ألاء واللي هي كانت فعالة فعلا بين الناتهم وأثبتت وجودها بشكل صريح صراحة وكان هي بتقول أنه يعني أنه هي صراحة حسيتها أنه هي الأوعى واللي هي تعرف شنون قيدنا ببرلمان صراحة وأساساً ما كان في دايلا فؤاد ولا ألا بينزوا بشاركوا بهاي المشاركين حكت ألاء خلال الجلسة قالت أنه أنا كل اللي عملته للأعضاء صراحة أنه أنا عملت رسالة وحدها كتبتهم ونفس الرسالة بعتها لإداع الشخص بس تخيل أنت هلق لليوم موجود شخص يبعت لك نسخة يعني مثل كلمة كل عام تبخير اللي مستخدمها بالرمضان أو بالعيد كوبي بيست هلق هي شعورك أنت لما يبعت لك رسالة نصية مكتوبة عليها كل عام تبخير مثلما يبعت لك تزيو صوتي مثلما يخبرك فأنت مأساساً ما لك محترم قيمة الصوت اللي رح يعطيكي الشخص شنون بدك يحطيكي الصوت بالأساس يعني هاي من النقطة الأساسية أنت بلشت فيها من هون أنت الغلط بالكتراتي يعني غلطاني فيها من هون لو أنت ببلشة من الأساس أنه يا أخي أنا بدي أصوت أنه بديت يشوته دعموني بالتصويت هاي نقطة أولى حكيناها عن ألا وطبعا هي بلشت تتهم جميلة أنه هي ما عندها خبراء ما عندها بتعرف ما بتعرف تسوي ما بقى المهم فكل الناس اللي بدها إياهم الناس كلهم بدهم الناس الناس بدهم الشخصية اللي بدهم أمرك مثل ما بدك أمرك مطاع وهاي الشخصية اللي هي شخصية ألا أنا بشوفها ما بشوفها شخصية جميلة أبدا شخصية رزينة بتفهم شو بدها تحكي وشو بدها تقول بشكل صريح وواضح ما هو مثل ألاء أنه خلصي أما أنا ولا أحد وطبعا في كتير من انتقادات أجت على ألاء بشكل جدا كبير ومو طبيعية الانتقادات التي أجت على ألاء حتى أنا شفت عنها كتير ناس معلقة وعب تحكي حتى تعظفوها بالشخصية النارجسية اللي جدا يعني وأنا بشوفها يعني شخصية النارجسية فعلا يعني ما أنه أنه ظهت ظلمها أبدا وطبعا أحد تعليقات حكي على أن حزت لما هي أنه زعلت وطلعت صارت تبكي بسبب أنه خسارتها للقرسي هذا المهم اللي هي جاية من فكرة أنه خلص هي لازم تأخذو لأنه أخذت الأول الشخصية أو أخذت أكثر أصوات بين الشخصيات على بالبرلمان على ما أتوقع فلذلك كانت هي بتصورها أنه إلاها رأينا برئيس البرلمان وخالصين وهي راح تشرع على الناس وتتأمر عليهم وطبعا أحد الأشخاص كان كاتب تعليق شخصية شنون كانت بنا طبعا خيرا هي تظهر على أنها شخصية مؤثرة في المواقع التواصل الاجتماعي وتسقط في أول اختبار واقعي لها بلش تبكي وتبكي وتورشي الدرامي تبعتها وتتدمع وتدير ظهرها وتطلع وتغادر طبعا هون بلش بعدين نحن بانتخاب اللجان طبعا هون في كان نقطة جدا مهمة مثل ما لكم شايفين قدامكم أنتوا على الشاشة وخلينا نسمعش حكام إش اللي صار لما صار لانتخابات لجنة الحقوق والحريات واحد اثنين فقط ممكن أضيف شغلة بس أريكسون برضو قالت حابة تترشح لهذه اللجنة ألا 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 أريكسون أريكسون حابة أنها تترشح بما أن الناب أريكسون تفوض عويضة ألا وهي اللزنة هذه تحتمل ألا وهي اللزنة هذه تحتمل مثل ما لكم شايفين علي نبه آلاء مرتين على الترشح بشأن الحقوق والحريات وآلاء سوتها بعدين سوت له ما بدي ما بدي يعني هي لحد الآن مدخيلة الصدمة أنه هي بدها نائب رئيس وبس وبعدين صارت طلعت بكت ورجعت وبعدين بلش انتخاب اللجان هي اللجان سياسة والاقتصاد وهون فؤاد طلع برم وهون الازدواجية اللي كان فيها فؤاد بشكل جدا كبير لا توصف صراحة الازدواجية هاي اللي هو بالأول أنه حكى طبعا أنا راح أخذ لكم نقاش الحديث كله بشكل مختصر أنه هو بالأول حكى أنه نحن ضد اللوبيات ما بصير حدا شكل اللوبيات وبعدين حكى أنه أنا كنت نتفق مع خمس أعضاء أنه يضمن أصواتهم وبعدين ما حد أعطاه صوته فهو جدا حزن لهذا الموضوع كان ما تضمن خمسه وهو صوت السادس فهو ضمن خمسين بالمئة من الأصوات هيك أنا مفكرة بس بعدين ما حد أعطاه غير صوتين وصوته وطبعا هون في ازدواجية بالموضوع أنه هو ضد اللوبيات وفي ناس كانت مسوية اتحادات ومسوية ما بارف ايه شو الشغلات هاي وهو كان مسوية انتفق مع خمس أعضاء هاي نقطة جدا مهمة على فؤاد أنه هو ازدواجي جدا هاي نقطة الأولى النقطة الثانية أنه ما كانت ما هي تابعة بتحكي ونرجعوا لموضوع الانتخابات أنه شنو صار الموضوع أنه كل واحد بده يسوي وهذا اللي حكي الموفا كانت ما هي تابعة بتحكي فهو دخل عليه على الخط وقطعها في الحديث وصلوا شايف أن فيه اتفاق حصل هيقوم قدام الكل ويقول كذا وكذا متفقين مع رأس أنا اسماتكم بالبريس اسمات ايه؟ أنا مش هاملني المنصد أنا والله العظيم ما هاملني بس أنا هاملني نقطة اللي احنا متفقين فارق معاي اللعب اللي مش حلو لما انت بتلعب لعبة مش حلوة وانت متفق مع الجميع ومنت كلمة انت وقفت اسمات مني اسمات نص جملة إذا بتسمحي بس عم بحكي إذا بتسمحي عم بحكي أنا عم بحكي اتفضل للمرة الأولى فهون لما قطعها في الحديث لما اجد رجعت ما هي تابعة وكان حيوار بينتهم دائر فما هي تابعة جوابته فلما جاوبته على رجاء أنا ما قطعتك حتى تقاطعيني مع أنه هي بالأساس هو القطعها أنا هي القطعته فهون نقطة ثانية ازدواجية على فؤاد صراحة والنقطة الأخيرة لأنه شاهدت فهذا المهم بس شارك 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 من دون ما ركز شوي صاحبي سار بالحلقة الأولى كان جدا عاضي ولكن المفاجأة كانت بالحلقة الثانية صراحة الثانية اللي صار شيء محزن وهلق ينبلش فيها إن شاء الله وهلق مبلش بالحلقة الثانية طبعا بالحلقة الثانية أول ما بدت حاولنا ملخص للحلقة الأولى وبعدين أجو يجتمعوا الأعضاء لحتى يوضوا القضايا من ثلاثة لجان وبعدين بيقرروا من هي القضية اللي راح يتناقشوا فيها بالبرلمان بشكل عناني وبعدين ومن ثم يتم طرح القضية أو يتم إلغاء القضية فكان الثلاثة أعضاء اللي هنين رئاسة اللي جناء وفؤاد وعلي ومحمد عويضة هنين الثلاثة كان مسؤولين عن اللي جن تبعتهم فكانوا مجتمعين فلازم ألا من الثلاثة لجن بيجي كل شخص بيطرح قضيته وبيحكي فيه وهو مبلشت الطامة الكبيرة يا شباب طبعا فؤاد كان مشروعه جدا بسيط ومبين انه موضوعه يعني حتى هو قال انه انا حكيته وما كنت مجاهز حالي بشكل جدا كبير لقضني اطرح للقضية بشكل صحيح والمهم راحت فبعدين دخلت ومن ثم بعدين دخلت اليوسرى طرحت قضيتها هي قضية انه شنون جوجل ماب مغيرت قضية فلسطين على طرحة ثلاث مواضيع الموضوع الاول اللي هو التحرش والموضوع الثاني هو العنف ضد المرأة والموضوع الثالث اللي هو زوج قصيرات معاً ثلاث مواضيع يعني كان موضوع لحاله موضوع قصة طويل وهي كانت مرجزة لانه تحطي ثلاث مواضيع وحتى ألا شوعيب انه انت شام تطراح لتطراح الثلاث موضوع تقطع ما لاقشته لا هي كان التواضل للعنف وأنا شافت أكتر شيء مركزين على الموضوع للعنف وبنفس الوقت التحرش منهن موضوعهم مرتزقين مع بعض ما بصري باديوا عن بعض ما في حدا ضد ما في حدا مع العنف ما في حدا مع العنف وما في حدا مع التحرش بس ولكن هي إنه iron إنه إذا أنت مع التحرش فأنت لازم تكون ضد العنف أكيد إذا أنت مع العنف فأنت أكيد ضد زواج القاصرات فإنت لازم تكون ضد أحد هؤلاء المشاريع الثلاثة المهم يعني هي أنه تاخد أكبر شمل أو أكبر عدد من دعامي للألهم وبلش تناقش موضوعها بس ولكن حسب ما شفناه بالبرلمان حتى لما بلش مناقشته بنناقش موضوع بس العنف عفوا نتحرش بنناقش موضوع ثاني خلال البرلمان بعدما تم الموافقة على القضية التحرش اللي هي بلش ناقشوها بعدما تم الموافقة بين الأعضاء تم طرح القضية في البرلمان ولما هون تم طرح القضية في البرلمان بلش تحكي هي تشرح واشي الفكرة الموضوع تبعها وبلش تناقشها وهون بلش طبعا هون الترجمان المعربة اللي كان بيشتغل وراها السيد شعيب الله يعطيه لعافية اللي هي كانت كلمة شوي تحكي كلمة انجليزية وشعيب يترجم لها طبعا أنا في نقطة هي جدا مهمة حطها بين قوسين على شخص متعلم أكثر من اللغة ومجربها نصيحة على كل شخص إذا أنت تحكي مع شخص عربي لا تورجي نفسك مثقف وأنك تحكي بكلمات غير اللغة العربية لأنه هي تبدل على جهلك بلغتك أنت قبل ما تكون أنت تورجي نحالك أنك مثقف عم تستخدم كلمات باللغة الثانية اللي كان مثلا موجودهم في تركيا بيستخدم كما لغة تركية أو مثلا مشخص موجود في دولة فرنسية أو أي لغة أنت تستخدم تمام إذا أنت غير قادر أنك تستخدم لغة العربية فأنت جاهل ولست مثقف مثل ما أنت تفكر حالك وزارها الفكرة في رأسك وطبعا هم بلجت طرحت الفكرة مثل ما هي حكتها بالبداية مثل ما أنتوا شايفينها وأكيد شفتوا الحلقة هي بالأول طرحت الموضوع حكت أنه التحرش معناته الاختصاب بس ولكن فيما بعد تبين أنه التحرش هو شيء والاختصاب شيء ثاني أنه هاي قضية وهي قضية هي قضيتها بس التحرش ما تلك عن شيء ثاني ما العلاقة طبعا اللي يقدل هذا الاشي هي كان بدها تحط التحرش والاختصاب والجرائم الشرف وجرائم العنف ضد المرأة وجرائم الاختصاب وجرائم الزواج القاسيرات كل هالجرائم تتحطها في قضيتها حتى تاخد أكبر دعم من علم الشريحة وتاخد مشروعها يعني بياخد هو النجاح الأكبر وهون بلشت تطرح للمشكلة وبلشت تحكي أنه هي صاحب قضية وبلشت تحكي عن هالموضوع حد وبعد ما خلصت طبعا هون في نقطة جدا المهمة اللي هي نبع عليها شعيب لما ما انتهي مهيتاب قامت سألتها سؤال فكان السؤال يعني هي مثل نقطة يعني ما بعض شنون هي قالة شنون تفكيرها وشنون منهجيتها جايب بركات حكيم يعني أنت أول شيء بالنهار اللي قبله صوتي مشكلة كرمانة أبد الرئيس وطالعوكي واتكا من نهبهك عليك كرمانة تنضمي للحقوق والرهيات وما انضمت يؤسسك كان فيه محله وبعدين ضموكي وضغوضوا عن الموضوع حد ومشيتي دي الكامل انت بالك عبت حضري وتشتغلي وتساوي طيب انت أول شيء ما احترمت العضاء للي كانوا بدهم فكرة انه دي صوتوه لك بشان نائب الرئيس ما احترمتهم وبعدين أعضاء فريقك زاد نفسهم مالكهم ما احترميهم انت جاي انطرح مشروع من دون ما تنقشي مع أي حدا بس مهنالك كل ما هنالك انت حكيتين مع حمد عويضة ويمكن بس عططير واسق لا مش بدك تحكي قطيلو عندي خلاص انا بساوي لك كل شيء وانت طلع برده وكان المفاجئة اكتر شيء شفناها من السيدة مهيتاب لما انسي مهيتاب طبعا صدمتها بسؤال وشو عايب غلب وانتي معها بالعضاء يعني والله العظيم غريبة هالبنت والعضاء كانوا متفاجئين بشكل جدا كبير وهي ازدواجية اولى من الات طبعا هون بعد الازدواجيات اللي شفناها بالحلقة الاولى وهون لما بلشت تحكي عن قضيتها انه هي اساسا قضية المرأة والمرأة قضيتها انه المرأة اول عدو لها هو عدو المرأة وهي اساسا ما يمحترم المرأة اللي موجودة معها من عضاء فريقها وهون ازدواجية جدا كبيرة وهي لعلينا نحن ستين شرط استفهام وطبعا نحن ما ننسى دور مهيتاب اللي هو فعلا بنت انا بحسها مثقفة حتى ممكن انك بنت مثقفة فهمانة لما اجا شعيب ألهمه انت عضاء من الفريق فانت معقول انت ما لك خبر من الموضوعات ففورا انقذت لا 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 كان في عندنا وقت انه نتناقش لا لا ما كان عندها وقت تناقش مع عضاء الفريق بس ولكن كان عندها وقت تتناقش وتعدل وتدور وتناقش حتى ترجع تدخل في حقوق الحريات وتترك الدائرة اللي كانت فيها وفي عنده وقت بس وقت تتناقش مع عضاءها ما فيه هو اساسا ما كان من عضاءها الموجودين غير مهيتاب اساسا يعني لو بركتها جنبك كان حلية القضية كان البنت ريكسون كان البنت ريكسون ومحمد عوضة اساسا ما هنهم موجودين فما فيه غير شخص وعال موقفنا جبتي بركتي جنبك ولك ناقشي معي يبقيت لك داخليها معك لك خليها بس تبرك تسمع ما ناقش معك لك ما تفعك شي عرام عليكي فالمهم اي القضية اللي كانت اواشي اللي طرحتها وقضية طبعا بعد ما حولوها انه خلاص نحن عن التحرش من هيك عن المقضية الثانية فهون في فؤاد طرح موضوع انه في حال كان الرجل قام بارك مع صديقته او بنت يعرفها كان بارك معه معها وكان عبي تناقشه ايها فهي في لحظة ما طقت براسة قالت له انت عب تتحرش فيني طبعا هون قالها كان ردها انه لازم الرجل اللي بيكون جاهز في اي لحظة لانه البنت تغير رأيها لانه في اي لحظة ممكن بتصير تحرش يعني وهي ضد طاعت موضوع طبعا على ثالث ليش عاب تسخف الموضوع قال لانه انه زي واحدة قال لك صباح الخير هل هو تحرش ولا غير تحرش طبعا هو بيرجع الموضوع اللي قالها هي اللي بتقرر طبعا ازا هي شايفته الشاب حلو جميل وحلاوة وكويس وامور ما بتحرش عب الشاب عب يصبح ازا كان الشاب ما يحبته ولا يطاقته ولا شايلته من ارضه تعتبره تحرش فهونا الموضوع اللي رجعنا للموضوع والاول اللي حكيت فيه انه هي اساسا انه الموضوع يعني ما بعرف تشانب التبقية على كيفك وطبعا هي اساسا فكرة المشروع بتطرحها اساسا موجودة ومطبقة في كتير من الماكن وهي قالت انه ما يمطبقة لا حكي فاضي وردت هي حكيت انه في حال انه البنت تحرشت تحرشت يعني 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 انه اليوم انه انت لازم تسوي متل متر الانفاق انه بس بنت تحرشت الناس حوالها كلهم بينقذوها تماما هي عب تحكي عن منصة هلا اول شي لما تكون البنت عب تتحرش تمام بمجتمعها عربي كل المطلوب منها تصرخ صوت واحد وخالصين ما تحتاج لأكثر من هيك ما يمان مجتمع بأوروبي مجتمع أوروبي ممكن تصرخ ومحد بيرد عليها لا كل ما هنالك مطلوب منها تصرخ صوت ولا تخاف الناس هتكون بيدورها في اكمل وجه واكثر وهي كانت هي نفس الشي هي نفس الشي عب تحكيها بس ولكن ناشو تبعت على البرنامج والبرنامج هو اللي بيبعت للناس الموجودة حوالها انه هي عب تتحرش طيب هلا اجيت معك انت عب تحكي عن الخصوصية طيب أنا البنت اذا صرخت صوت ولا بعتت اش الفرق بين النقطتين يعني هلا انا نسأل انه فروض شخص عب يتحرش بنت تمام وبعد ما اتحرش معها البنت وطبعا هي حكيت انه في خصوصية بالموضوع وشان المتحرش اول جاني ما بيعرف انه اش هي الضحية في شخص ما بيعط مين عب يتحرش اتحكي تحولت موضوع التحرش الى موضوع الاختصاب انه هي اصدها انه مثل عملية الاقتصاب او العنف ضد المرأة انه في حال انه صار عليها عنف لازم تثبتيني هاد الحكي بكاميرا وبفيديوها العكيات وهذا موضوع مختلف تماما عن موضوع التحرش يعني بعيد كل البعد وين انت وين وقضيتك اساسا انت انت مالك ثمانة شو هي القضية وتفاصيلها اكثر وطبعا انه اعطوها خمس دقائق لربعة ساعة حتى تفكر اكثر وتعيد مناقشتها ومثل ما ينتدرس الموضوع بشكل اكبر وتقرر وتحكي ان ترجع لهم بعد ربعة ساعة طبعا هي بالنهاية قالت طبعا هي بالبداية قالت انه 99% من نساء مصر انه هن متحرشات الموضوع هذا هي مصادرها وين منين جابت هالنسب هاي اللي اساسها نيع بتقول انه كل النساء محدة بيحكي عن هاي الشغلة انها يعتبروها عيب وهي قالت انه 99% يعني تقريبا كل المجتمع المصري متحرش وكل الشباب بتحرشوا وطبعا هنا في نقطة جدا مهمة انه هي حكيتها انه ممكن شخص يخطر باله يسأل سؤال هل هو الشاب اذا كانها بتحرش من انسة هي كمان قالت انه لا هي كمان تطافع عن قضية الشاب انه في حال انه تحرش او حدا شي بنت تقردت للتحرش وبين مكانكم تبعتول صفحتها اللي هو بالنهاية الحلقة الاولى او حلقة التانية من اول قضية راح تشوفوا الرابط صفحتها ممكن تبعتولها وتتناقشوا معها واذا تتحبوا لها الموضوحات مع انه هي فكرة مكررة ما هي فكرة جديدة ابدا وهي فكرة حالة جزء اول مرة تطرحها ولكن هي فكرة مكررة وصراحة باول قضية انا بعطيها تقييم سالب وبيكونوا هون صند نهاية الفيديو ان شاء الله هنا لعجابكم وتستنونا ان شاء الله اسبوع الجاي مثل اليوم الساعة ستة ينزل لكم الحلقة الناقش فيها القضية الثانية او الحلقة الثالثة ان شاء الله وطبعا خلال ما نشر الحلقة يوم الاثين ساعة تسعة ليوم الخميس ان شاء الله رح اكون انا مستقبل تعليقاتهم واراكم وافكاركم اي شخص بيحب يبعث لي اي اشي على موقع التواصل الاجتماعي موجودة تحت في صندوق الوصف او تعلق لي على الفيديو نفسهم حتى انا باخد تعليقات واقرأ ونشوف ان احنا ناخد اكبر التعليقات ونتعلق عليها ونتنقش فيها ويكون وصلنا الهون نهاية الفيديو شكرا لحسن المتابعة وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل يوم تظرونا فيديو جديد وحلقة جديدة باي باي